السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلي مبارك على سيدنا محمد علالي وصحبه اجمعين ان شاء الله اليوم اقدم لكم واحد الفيديو على طريقة ديال الورقة ديال البسطيلة او البريوات حيث في تدرت البسطيلة ولكن الطريقة ديال الورقة ما درتهاش دابع ما نقدرها لكم هاد احطيت لكم هاد الورد هادا جبناه من طبيعة اه زوين وكواديرا ادنا المقص زوينة بزف اه هنا عندي واحد البول هنا يا غاد نحط فيها اه العبار قبصة ديال الملحة ان شاء الله كاس ديال العنبا ديال المهه هو هذا هو الكاس اللي كان عبار به هذها 2018 احطيت للمسلم فقط هادى نتفذered اضافع عن علاح يوم ان شاءsk thought هنا surveys هادى نق muchísimo أثناء اضافع علينا ان تدفع كان لكم لا تزيد شيء ما زال هذا هو العبار الماء هو العبار الطحين أعجبني هذا الورد وضعته في الكاس الماء يجبني منظر جيد نحسه بشوية فصل الرابع الحمد لله سبا تشتاك الخير والربي اللهم لك الحمد سوف نستمر نخلط العجينة جيدة هذه اللي كندير كتصدق ليها مزيانة نقول لها الورقة وضع الشيطة نحن نعلم القواب لها ملعقة كيف يجب أن يكون خفيفة ونحن نضيف أحضر واحد ساعة او ساعتين لا حساب مهم منبع الاقل ساعة انا ابدأ نطيب انا اريد ان نضغطها في الصباح ونخلوه حال الساعة انا قدرت واحد الكاسر ونضغط فيها الماء اضغط عليها المقلاة ديال الطيفال انا نضغط فيها بغرير انا نضغط هذه اللولة ويقدر لا تستقشوا لكن مشي مشكل غادي نصبق هذه الطريقة التي نضغطها تضغطها جيدة نجعلها تضطق مزيان تبدأ تقلع من الجنب الى مشات تحت تقلعات من الجنب سوف تسهل ان نحيدها نضغطها الجنب واللي كي ورينا انها طابت انا كطيبها بالبخار بحل البماغي زربت عليها زربت عليها رلسقات لي طبعا المقلاة ما كنضغط لها لازي ثلاثة شي حاجة نضغط 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 من المقلاة نضغط 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 سرعة نضغط 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 ثم نضغط نضغط ثم نضغط 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 حتى الزفد نضغط الزيت نضيف المقلة فوق الباماغي اللي قلت لكم نستمر هكذا نكمل الورقة والشكل النهائي بعد ما كملتها تقريبا خرجت لي شي رابعة هكاك هي هذي انتو ما كتشكليها كما بغتي ما كتتقطع ما كتتهرس مواله طريقة اللي فتو معايا هي هذي كتصيب بها البريوات والمحنشة والبسطيلة كل شي كتصيب بها كتجيزوينة مقرمشة هذه هي الطريقة اللي أنا اللي كندير دائما نبغيت نشاركها معاكم كنتمنى تعجبكم وإلى صبت وصدق لكم إن شاء الله وإلى فيديو قادم إن شاء الله بحول قواتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على المشاهدة وعلى المشاركة كنتمنى من الله تعالى يعجبكم هذا الفيديو ونكون خيفة ضريفة عليكم ونشكر الناس ونشكر الناس ونشكر الناس اللي يتابعوني ونشكرهم بزاف ورمضان كريم علينا عليكم على جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله